بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان شاء الله النهاردة هنشرح مع بعض قصة الاستماعي رحلة الموزي لغة عربية للصف الثالث الابتدائي الفصل الدراسي الثاني وانما كنتش اشتركت في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد وما تنساش الاعجاب بالفيديو رحلة الموزي كل جمعة اذهب مع ابي للتنزه ونقوم بشراء عصير الموزي المعتاد ونسير ونتحدث معا ممكن نسأل متى تذهب بطلة القصة مع ابيها للتنزه كل جمعة تذهب مع ابيها كل جمعة وماذا تشتري تشتري عصير الموزي ذات جمعة ذهبنا لنشتري عصير الموزي اللذيذة لكننا لم نجده وكذلك لم نجد اي عصير طبيعي اخر فسألنا البائع في تعجب فرد قائلا لست ادري ما المشكلة كل يوم في التاسعة صباحا يأتيني شاب يعمل في متجر للفاكهة بسيارة ومعه فواكه اليوم لكنه لم يأتي حتى الان فانا اقوم بعمل عصير طازج بفواكه طازجة من المزرعة ممكن نسأل ماذا حدث ذات جمعة ذات جمعة ذهبنا لنشتري عصير الموزي اللذيذ لكننا لم نجده متى يأتي الشاب الذي يعمل في متجر الفاكهة يأتي كل يوم في التاسعة صباحا مما يصنع البائع العصير الطبيعي من فواكه المزرعة الطازجة واللحظ ابطال المهن في هذه القصة مهنة بائع العصير هذا بائع عصير فقرر والدي ان يساعده ويذهب الى متجر الفاكهة لحل مشكلة هذا البائع وتوجهنا اليه لكننا وجدنا الشاب يقف في متجر خال من اي فاكهة ممكن نسأل ماذا قرر الوالد قرر ان يساعد بائع العصير لماذا قرر الوالد مساعدة بائع العصير لحل مشكلة هذا البائع كيف وجدت بطلة القصة ووالدها الشاب وجد الشاب يقف في متجر خال من اي فاكهة واللاحظ يا أبطال المهنة الثانية في هذه القصة بائع الفاكهة وهذا هو بائع الفاكهة يبال المهنة الأولى بائع العصير والمهنة الثانية بائع الفاكهة سأله والدي عن السبب فرد في حزن بكل صراحة لا أدري كل صباح بعد الفجر مباشرة يأتيني فلاح صاحب مزرعة هنا بجوارنا ويعطيني الفاكهة التي أريدها ثم أذهب بنصف الكمية إلى محل العصير إلا أنه لم يأتي اليوم ممكن نسأل كم كان يبيع بائع الفاكهة لمحل العصير؟ كان يبيع نصف الكمية إلى محل العصير قرر والدي الذهاب إلى الفلاح في مزرعته للإطمئنان عليه وحل المشكلته وبالفعل ذهبنا إليه ووجدناه جالسا حزينا مهموما فسألناه عن السبب فقال أستيقظ كل صباح عند الفجر أركب جراري وأقطف ثمار الفاكهة ثم أتوجه لمحل الفواكه القريب منا لبيعها لكنني عندما ركبت الجرار سمعت أصوات ثم انطفأ ولم يعد يعمل فطلبت مهندسا لإصلاحه ولكنه سيأتيني بعد العصر وسيكون الوقت قد مر ولن أستطيع بيع الثمار اليوم ممكن نسأل لماذا قرر الوالد الذهاب لصاحب المزرعة للإطمئنان عليه وحل المشكلة ممكن نسأل كيف وجد الوالد وابنته الفلاح ووجدناه جالسا حزينا مهموما ممكن نسأل ما سبب حزن الفلاح لأن جراره الذي يحمل عليه ثمار الفاكهة لم يعد يعمل وقد طلب مهندسا لإصلاحه ولكنه سيأتي بعد العصر واللاحظ أبطال المهنة الثالثة مهنة الفلاح إذن العصير عندما تشرب كوب عصير من بائع العصير يكون قد جاء عن طريق الفلاح وبائع الفاكهة ثم محل العصير يمر بثلاث مراحل ابتسمت قائلة أبي مهندس عظيم يستطيع مساعدتك أليس كذلك يا أبي؟ بلى يا بنيتي أين الجرار؟ قام أبي بإصلاحه سريعا فتحرك الفلاح وجمع الفواكهة وذهب إلى المتجر ففرح الشاب كثيرا وشكر أبي وسرعان ما توجه إلى محل العصير لإعطائه الفاكهة التي يريدها فتهلل البائع وشكر أبي كثيرا وقام بإعداد عصير مميز هدية منه على مجهودنا ممكن نسأل ماذا يعمل الأب يعمل الأب مهندسا ممكن نسأل كيف ساعد الأب الفلاح قام بإصلاحه سريعا ممكن نسأل ماذا فعل الفلاح بعد إصلاح الجرار تحرك الفلاح وجمع الفواكهة وذهب إلى المتجر ففرح الشاب كثيرا وممكن نسأل ما المكافأة التي حصل عليها الأب وابنته قام بائع العصير بإعداد عصير مميز هدية منه على مجهودنا واللاحظ أبطال المهنة الرابعة في هذا الدرس مهنة المهندس إذن المهن متكاملة الفلاح يحتاج إلى المهندس وبائع الفاكهة يحتاج إلى الفلاح وبائع العصير يحتاج إلى بائع الفاكهة وهكذا الأدوار متكاملة وأخيرا وبعد عناء ورحلة شاقة شربنا عصير الموز معا وتحدست مع أبي قائلة لقد تعلمت اليوم شيئا مهما يا أبي فكل منا يحتاج إلى الآخر فلا نستطيع العيش بمفردنا فأدوارنا تتكامل معا ممكن نسأل ماذا تعلمت البنت في نهاية القصة تعلمت أن كل منا يحتاج إلى الآخر وأدوارنا تتكامل معا هنحلل بعض كلمات القصة رحلة الموزي رحلة اسم مفرد وجمعها رحلات وتنتهي بتاء مربوطة الموز اسم واللام قمرية لأن بعد حرف اللام حرف الميم في جملة ابغي حجك وخف عقيمه كل جمعة أذهب مع أبي للتنزه كل اسم وبها حرف اللام مشدد بحرفين الأول ساكن والثاني متحرك جمعة اسم أيضا وبها تنوين بالكسر وتنتهي بتاء مربوطة أذهب مع أبي أذهب فعل مضارع ومضاد أذهب أرجع ولاحظي أبطال إن كلمة أذهب تبدأ بهمزة قطع يعني الألف دي لازم أرسم فوقها همزة مع أبي مع طبعا اسم أبي اسم والجمع آباء وهمزتها أيضا همزة قطع وبها مد بالياء والممدود حرف الباء وبها ياء الملكية أبي للتنزه التنزه اسم ويسبقها حرف اللام حرف جر وبها حرف التاء مشدد بحرفين الأول ساكن والثاني متحرك وبها أيضا حرف الزاي مشدد بحرفين الأول ساكن والثاني متحرك ونقوم بشراء عصير الموزي نقوم فعل مضارع وبها مد بالواو والممدود حرف القاف بشراء عصير الموزي شراء اسم وأسبق حرف الباء حرف جر وبها مد بالألف والممدود حرف الراء وتنتهي بهمزة على السطر عصير اسم وجمعها عصائر وبها مد بالياء والممدود حرف الصاد الموزي المعتاد كلمة المعتاد اسم واللام هنا قمرية وبها مد بالألف والممدود حرف التاء ونسير يعني ونمشي ونسير فعل مضارع وبها مد بالياء والممدود حرف السين ونتحدث معا نتحدث أيضا فعل مضارع وبها حرف الدال مشدد بحرفين الأول ساكن والثاني متحرك معا اسم وبها تنوين بالفتح ذات جمعة ذهبنا لنشتري عصير الموزي اللذيذ ذات اسم وبها مد بالألف والممدود حرف الذال جمعة أيضا اسم ذهبنا لنشتري كلمة نشتري فعل مضارع ويسبقها لام التعليل أخلي بالدي مش لام الجر لأن لام الجر لا تدخل على الفعل وإنما هذه لام التعليل لأن البعدها فعل مضارع ونشتري مضادها نبيع عصير الموزي اللذيذ كلمة اللذيذ اسم واللام شمسية لأن الحرف الذي يليها فوقه شدة وبها مد بالياء والممدود حرف الذال لكننا لم نجده أسلوب نفي بدأ بأداة النفي لم ونجده فعل مضارع وكذلك لم نجد أي عصير طبيعي أيضا أسلوب نفي آخر لم نجد أي عصير طبيعي طبيعي اسم وبها مد بالياء والممدود حرف الباء وبها حرف الياء مشدد بحرفين الأول ساكن والثاني متحرك آخر اسم وبها مد بالألف والممدود حرف الهمزة فسألنا البائع سألنا وانتهينا فعل ماضي والفاء هنا حرف عطف البائع اسم ومضاد البائع المشتري واللام هنا قمرية لأن بعض حرف اللام حرف الباء وبها مد بالألف والممدود حرف الباء في حرف جر وحرف الجر تمانية ابطال خليك عرفهم من إلى عن على في والباء والكف واللام وبها مد بالياء والممدود حرف الفاء تعجب تعجب اسم لأنها وقعت بعض حرف الجر وبها حرف الجي مشدد بحرفين الأول ساكن والثاني متحرك فرد رد وانتهى فعل ناضن وبها حرف الدال مشدد بحرفين قائلا قائلا اسم وبها مد بالألف والممدود حرف القاف وبها تنوين بالفتح لست أدري أدري فعل مضارع قائلا لست أدري ما المشكلة كل يوم في التاسعة صباحا يأتيني شاب يعمل في متجر للفاكهة بسيارة ومعه فواكه اليوم المشكلة اسم واللام قمرية يوم اسم مفرد وجمعها أيام وبها تنوين بالكسر في حرف جر التاسعة اسم واللام شمسية لأن حرف اللام بعده حرف التاء مشدد بحرفين وبها مد بالألف والممدود حرف التاء صباحا ظرف زمان ومضاد صباحا مساء وبها مد بالألف والممدود حرف الباء وبها تنوين بالفتح يأتيني فعل مضارع وبها مد بالياء والممدود حرف التاء شاب اسم مفرد وجمعها شباب وبها مد بالألف والممدود حرف الشين يعمل فعل مضارع في متجر للفاكهة متجر اسم ويمعها متاجر للفاكهة اسم مفرد وجمعها الفواكه واللام هنا حرف جر بسيارة كلمة سيارة اسم أيضا ويسبقها حرف الباء حرف جر وبها حرف الياء مشدد بحرفين الأول ساكن والثاني متحرك وبها مد بالألف والممدود حرف الياء وبها تنوين بالكسر ومعه فواكه اليوم فواكه اسم جمع ومفردها فاكهة وبها مد بالألف والممدود حرف الواو اليوم اسم مفرد وجمعها الأيام واللام قمرية لكنه كلمة بها حرف ينطق ولا يكتب لكنه ولكننا نفس الكلمة بها حرف ينطق ولا يكتب لكنه بها حرف النون مشدد بحرفين الأول ساكن والثاني متحرك لم يأتي حتى الآن أسلوب نفي أيضا لم يأتي حتى الآن بدأ بأداة النفي لم أداة نفي يأتي فعل مضارع حتى بها حرف التاء مشدد بحرفين الأول ساكن والثاني متحرك الآن ظرف زمان وبها مد بالألف والممدود حرف ألف الهمزة فأنا أقوم بعمل عصير أنا ضمير متكلم للمفرد والمفرد أقوم فعل مضارع وبها مد بالو والممدود حرف القاف بعمل كلمة عمل اسم وأسبقها حرف الباء حرف جر عصير طازج عصير قلناها قبل كده طازج اسم وبها مد بالألف والممدود حرف الطاء وبها تنوين بالكسر بفواكه طازجة من المزرعة المزرعة اسم مفرد وجمعها المزارع واللام هنا قمرية بكذا إن شاء الله نكون قد انتهينا من تحليل بعض كلمات القصة وننتقل إلى حل تدريبات القصة قصة الاستماع رحلة الموزي استمع إلى القصة بعد الاستماع إلى القصة نشاط واحد صل كل مهنة بمكانها المناسب الصورة الأولى أبطال صورة بائع فنشوف المتجر ونوصل صورة البائع بالمتجر الذي يبيع فيه هذه الصورة الأخيرة الصورة الثانية صورة مهندس سيارات وهذه المهنة مكانها المناسب ورشة السيارات الصورة الثالثة الطباخ والمكان المناسب لهذه المهنة المطبخ أما الصورة الأخيرة صورة الفلاح والمكان المناسب له الحقل أو المزرعة نشاط اثنين رتب رحلة الموزي طبعا رحلة الموزي يقطف الفلاح الموز من الشجر ثم يرسله إلى بائع الفاكهة وبائع الفاكهة يأخذه ثم يرسله إلى بائع العصير ثم بعد ذلك يصنع بائع العصير عصير الموزي نقرأ مع بعض صنع البائع عصير الموزي اللذيذ قطف الفلاح الفاكهة من الأشجار اشترى بائع العصير الفاكهة من بائع الفواكه باع الفلاح الفاكهة إلى بائع الفواكه هل لاحظ يا أبطال؟ أول حاجة لازم نعرفها لازم الفلاح يقطف الفاكهة من الأشجار إذن رقم واحد قطف الفلاح الفاكهة من الأشجار بعدما قطف الفلاح الفاكهة من الأشجار ماذا يحدث؟ يبيع الفلاح الفاكهة إلى بائع الفواكه إذن اثنيا باع الفلاح الفاكهة إلى بائع الفواكه الخطوة الثالثة يشتري بائع العصير الفاكهة من بائع الفواكه رقم ثلاثة اشترى بائع العصير الفاكهة من بائع الفواكه المرحلة الأخيرة صنع البائع عصير الموزي اللذيذ نشط ثلاثة أجب عن الأسئلة الآتية من خلال فهمك القصة ما المهنة التي ظهرت في القصة طبعا ظهرت أبطال مهنة الفلاح وبائع الفاكهة وبائع العصير والمهندس تتكامل الأدوار وتحتاج كل مهنة إلى الأخرى أكمل كما في المثال الفلاح يحتاج إلى بائع الفاكهة لكي يشتري منه الفواكه وبائع الفاكهة يحتاج إلى بائع العصير لكي يشتري منه الفاكهة وبائع العصير يحتاج إلى بائع الفواكه لكي يأخذ منه الفاكهة والفلاح يحتاج إلى المهندس كل مهنة تحتاج إلى الأخرى أذكر مثالا آخر لم يذكر في القصة ممكن نقول الخباز يحتاج أيضا للفلاح نشاط أربعة انظر وقت بالوظائف التي تساعد في وصول هذه المنتجات إلى بيتك كما في المثال علبة اللبن الفلاح وعامل بمصنع الألبان وبائع السوق ثم تصل إليك طيب المخبوزات أيضا تبدأ بالفلاح ثم عامل المطحن ثم الخباز علبة التونة يساعد في وصول هذا المنتج إلينا الصياد وبائع السمك ثم عامل بمصنع الأسماك المعلبة نشاط خمسة ماذا سيحدث لو لم يكن هناك فلاح لو لم يكن هناك فلاح لم نجد ما نأكله من خبز وفاكهة وخضروات لم يكن هناك عامل نظافة لم تلأت الشوارع بالقمامة لم يكن هناك طبيب تنتشر الأمراض والأوبئة نشاط ستة قم بعمل بحث عن المهن الموجودة بالمدرسة وأهمية كل مهنة وماذا سيحدث لو لم تكن هذه المهنة موجودة بالمدرسة ثم عرض ما توصلت إليه من نتائج على زملائك في هذا النشاط يقسم المعلم تلميذه إلى مجموعات ويطلب من كل مجموعة أن يصمموا جدولا مكون من ثلاث خانات الخانة الأولى اسم المهنة وأهميتها وماذا سيحدث لو لم تكن موجودة ويطلب منهم أن يصمموا جدولا مكونا من ثلاث خانات مثل هذا الجدول اسم المهنة وأهميتها وماذا سيحدث لو لم تكن موجودة ويبحث التلميذ عن المهن الموجودة في المدرسة مثل المعلم مثلا ما أهمية المعلم طبعا يقوم بتعليم التلاميذ ماذا سيحدث لو لم تكن موجودة هذه المهنة ينتشر الجهل المهنة الثانية عامل المدرسة ماذا يفعل يقوم بتنظيف المدرسة ويسقي أشجار الحديقة وماذا سيحدث لو لم تكن موجودة هذه المهنة القمامة تملأ المكان والزرع يموت لاحظ وتعلم نشاط واحد اقرأ الكلمات الآتية ثم أجب يكتب كاتب مكتبة مكتوب مكتب كتاب نلاحظ يا أبطال في هذه الكلمات أن هناك ثلاث حروف مكررة في كل الكلمات وهناك حروف موجودة في بعض الكلمات وبعضها لم تكن موجودة يعني مثلا حرف اليا موجود في الكلمة الأولى وغير موجود في الكلمة الثانية حرف الألف موجود في الكلمة الثانية وغير موجود في الكلمة الأولى ولكن ما الموجود في كل الكلمات حرف الكاف والتاء والباء وهنا كاف تاء باء وهنا كاف تاء باء وهنا كاف تاء باء إذن الحروف المكررة في كل الكلمات حرف الكاف والتاء والباء قم بتكوين فعل ماضي من هذه الأحرف كا تا با كوننا فعل ماضي كتب الفعل الماضي هو أصل كل هذه الكلمات يعني الفعل الماضي كتب أصل كل هذه الكلمات أكتب جذور الكلمات الآتية خروج مخرج خارج لاحظ معي الحروف المكرارة حرف الخاء والراء والجيم حرف الخاء والراء والجيم حرف الخاء والراء والجيم نكون فعل ماضي خرجا هذه هي الحروف ونكون منها الفعل الماضي خرجا اثنيا سابق متسابق مسبوق الحروف المكررة في هذه الكلمات حرف السين والباء والقاف حرف السين والباء والقاف والفعل الماضي منه سابقا ثلاثة عازف يعزف معزوفة الحروف المكررة حرف العي وحرف الزاي وحرف الفاء من الفعل الماضي عازفة اذا اصل هذه الكلمات خرجا واصل هذه الكلمات سابقا واصل هذه الكلمات عازفة المهم ارجع الكلمة للماضي بتاعها نشط ثلاثة اكمل كما في المثال المثال صاناعة ده اصل الكلمة الماضي بتاعها صاناعة مصنع صناعة صانع يصنع طيب هنا مديني أصل الكلمة زرعة ممكن أكتب زراعة ممكن أكتب مزرعة يزرع مزارع مزرعة كل هذه الكلمات مشتقة من كلمة زرعة طيب مديني جذر مديني أصل الكلمة عاملة ممكن أكتب عامل معمل يعمل عمالة نشط أربعة اقرأ الفقرة واستخرج في المدرسة تتكامل الأدوار ليتحقق النجاح المطلوب فالعامل يبني المبنى والمزارع يزرع الحديقة والمدرس يدرس للتلاميذ والحارس يحرس المدرسة وعامل النظافة يجمع القمامة ومدير المدرسة يتأكد من سير العملية التعليمية كلمات جذرها درسة هنستخرج أبطال كلمات جذرها درسة أول كلمة مدرس يدرس مدرسة كلمات جذرها زرعة مزارع يزرع مزرعة كلمات جذرها حرسة حارس يحرس حراسة كلمات جذرها بنا بان يبني بناء كلمات جذرها عمل عامل يعمل عمل نشاط خمسة أكتب بخط النسخ نحلة واحدة لا تجني العسل يكتب التلميذ هذه الجملة ويراعي فيها الكتاب على السطر لكي خطه يتحسن نحلة واحدة لا تجني العسل نشاط ستة أكتب ما يملأ عليك الجملة الأولى يصطاد الصياد الحيوانات بالمصيضة الجملة الثانية يعمل العالم في معمل العلوم الجملة الثالثة يخبز الخباز الخبز بالدقيق والماء في المغبز بكذا ان شاء الله قد انتهينا من قصة الاستماع رحلة الموزي وانتظرونا ان شاء الله في الدرس القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته